اليوم المغرب شرفتنا منتخب المغربي من اليوم الاول في البطولة بيشرفنا وبيعمل اداء عظيم جدا اداء كبير جدا النهاردة للمباراة الثانية على التوالي المنتخب المغربي يقدم اداء رائع جدا مباراة اولى تعادل فيها مع كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 ومباراة اليوم يفوز على المصنف الثاني عالميا المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-0 حقيقة منديال العرب الان نقدر نقول انه حقيقة منديال للمنتخبات العربية اداء رائع جدا اداء مميز جدا من كل المنتخبات العربية حتى قطر في مشاركتها الاولى ممكن نقول انه الوضع مفهوم لكن السعودية عملت اداء رائع جدا تونس عملت مشيت على خط وسبت خط المغرب اداء مبهر جدا المغرب النهاردة المباراة تفرح المباراة تفرح تبتلعب مع بلجيكا بكل نجوم بلجيكا حتى لوكاكو النهاردة المصاب كان ليه دور في المباراة في نهايتها كل اللاعبين وكل الاسماء في بلجيكا بتلعب النهاردة منتخب المغرب من الدياة الاولى كان منتخب رائع اداء الدفاعي وتكتيكي رائع جدا في الشوت الاول وتحولات هجومية رائعة في الشوت التاني وتغييرات مثالية لواليد الرقراكي المدير الفني لمنتخب المغربي ادر بيها يحول الكفة تماما كل ده كل ده وانت حارس المرمى الاساسي المصنف واحد من افضل حراس المرمى في العالم ياسين بونو يحصل له دوار يدوخ يعني وهو بيقول النشيد الوطني يعني خلاص نازل يلعب المباراة فجأة يقعد على الدك وينزل محمدي ويعمل مباراة رائعة جدا وعظيمة جدا ما يقلش عن ياسين بونو بس انت كمدرب تتخض انتو كلعبين تتهزوا المغرب النهاردة ما تهزتش لحظة واحدة المنتخب البلجيكي اللي كان بيتهزن النهاردة قدام المنتخب المغربي فيه لقطة متدولة بصراحة عظيمة تيبو كورتوه وخارج من المباراة وبيخبط على دكة البودلاء متنرفز ومتعصم متعصم من ايه افضل حارس في العالم متعصم من اداء المنتخب المغريبي الرائع النهاردة اللي كان افضل من المنتخب البلجيكي ياسين بونو يصاب اشرف حكيمي يضطر يغيره في دقيقة 68 تتكلم في افضل اتنين لعيبة في المنتخب المغربي يضطر يغيره عشان هو اصلاً كان عنده اصابة عضلية ورغم كده كل اللي موجودين النهاردة كانوا نجوم بوفال كان نجم حكيم زياش كان نجم ناصري كان نجم الحمد لله لما نزل كان نجم كل اللعبين كل مرابط طبعاً انا في رأيي مرابط كان افضل لعب في المبارة حكيم زياش خد افضل لعب في المبارة بس مرابط في وسط مرعب المغرب رائع جداً 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 وبعيد جداً جداً الاداء النهاردة كان رائع بس اقول لكم الاول نتائج اليوم فيه كأس العالم ونرجع ندردش بروحتنا عن المنتخب المغربي واداءه النهاردة العظيمة